132 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة منذ السابع من أكتوبر بفعل الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ناهيك عن الاعتقالات التي طالت عدداً منهم قرابة الخمسة أشهر من التغطية المتواصلة واستظروف صعبة يتقاسمها الصحفيون مع أهالي القطاع وهنا تبرز الحاجة لمساندة هؤلاء الصحفيين ودخول صحفيين من الخارج تقارير أعلامية بريطانية مشاهدين ذكرت أن نحو خمسة وخمسين صحفياً من المملكة المتحدة راسل مصر والاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بدخول القطاع من معبر رفح الحدودي من أجل رصد وتغطية معاناتهم جراء جرائم الاحتلال في القطاع الصحفيون البريطانيون طالبوا سلطات الاحتلال بإصدار إعلال بشأن السماح لهم بالقيام بالتغطية بكل أمان في القطاع كما حثوا السلطات في مصر على القيام بخطوة مماثلة بشأن دخولهم لغزة عبر رفح وبحسب المصادر الإعلامية البريطانية فإن من بين الصحفيين الخمسة والخمسين الذين وقعوا على الرسالة إعلاميون من شبكات بي بي سي و سكاي نيوز وكذلك سي أن أن المصادر نفسها كشفت أن الصحفيين المذكورين رفضوا دعوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمرافقة قواته في غزة وذلك بسبب شروط إسرائيل التي تمنعهم من الحديث مع الفلسطينيين في القطاع وجاء في نص رسالة الصحفيين مشاهدين هناك اهتمام عالمي شديد بالأحداث في غزة وحاليا التغطية الوحيدة تأتي من الصحفيين الذين يقيمون هناك في الأساس وأضافت الرسالة من المهم احترام سلامة الصحفيين المحليين وأن تعزز جهودهم عبر العمل الصحفي الذي يقوم به العاملون في الإعلام الدولي الحاجة للتغطية الميدانية الشاملة للنزاع أمر ضروري ترجمة نانسي قنقر